بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي الطلاب مرة ثانية في استكمال موضوع اختبارات الفروض حول متوسط المجتمع بناخد أمثلة توضيحية في هذا الدرس إذا كان متوسط الزيادة في أجور العاملين في إحدى المؤسسات عام 2015 هو 36 ريال يبقى في إحدى المؤسسات بالكامل يبقى ميو بتساوي 36 وفي عام 2017 أخذت عينة يبقى هنا عندي إن بتساوي 64 فرد من العاملين في هذه المؤسسة فوجد أن الوسط الحسابي للزيادة في أجور هم الوسط الحسابي في هذه العينة يبقى إكسبار كان 40 ريال والانحراف المعياري يبقى هذه قيمة S هل يدل لذلك على أن متوسط الزيادة في أجور العاملين في المؤسسة عام 2017 قد اختلف عن متوسط الزيادة في الأجور عام 2000 في المؤسسة عام 2017 قد اختلف عن متوسط الزيادة في الأجور عام 2015 هنشوف مع بعض كان في 2015 36 هو عايز يشوف هل يطرى في 2017 اختلف ولا لا وذلك عند مستوى معنوية 5% بلاحظ حاجة مهمة أنها سجمة أو سجمة تربيع سواء الانحراف أو التباين للمجتمع لهذه المؤسسة غير معلوم إلا أن الانحراف المعياري إلا أن حجم العينة إن بيساوي 64 قيمته أكبر من 30 إذن حجم العينة كبير نستخدم هنا توزيع زد عشان نصيغ الفروض زي ما قلنا بنستخدم أربعة خطوات الخطوة الأولى فيها فرض العدم H0 والفرض البديل H1 في الـ H0 ميو بتساوي 36 في مقابل أنها تختلف لا تساوي 36 لأنه هو عايز يختبر هل يطرى الزيادة بتساوي ولا تختلف عن الزيادة اللي كانت موجودة في 2015 المعطيات اللي موجودة عندي فيها التمرين إنه بتساوي 64 وإكسبار كانت بـ 40 وإس كانت بـ 8 عايز مستوى معنوية 5% إذن ألفة على 2 لأنه هذا لا يساوي بيحدد لأن هذا الاختبار زو طرفين مهم جدا يبقى حناخد الألفة نقسمها على 2 وبالتالي نوجد القيمة الجدولية المحفوظة بـ 1 96 ودي اللي حيتم استخدامها في الخطوة الثالثة لتحديد مناطق القبول والرفض الخطوة الثانية إحصاء الاختبار بعد الخطوة الأولى فرضي العدم والفرض البديل إحصائية الاختبار زد باستخدام بيانات العينة X بار نا S ميو مقسومة على S على جزر N X بار 40 نا 36 مقسومة على 8 على جزر 64 الناتج هنا 4 على 8 على 8 يعني على 1 الناتج يساوي 4 نرسم الرسمة البسيطة بتاعتنا اللي بتحدد للقبول والرفض اعتمادا على القيمة الجدولية وهنا قال لي 95% ولدي منطقة رفض لأنه اختبار زو طرفين حدده لH1 بعلامة اللا يساوي ولدي منطقة رفض بنشوف قيمة زد اللي كانت عندي في إحصائية الاختبار في الخطوة الثانية واللي كان النتيج بتاعها بيساوي 4 نجدها بتقع في منطقة الرفض إذن القرار نرفض فرض العدم H0 ونقبل الفرض البديل H1 أي أن متوسط الزيادة في الأجور عام 2017 قد قد اختلف عن متوسط الزيادة في 2015 وذلك عند مستوى معنوية ألف خمسة من مية مثال آخر شركة لإنتاج وتعبئة منتج غزائي أرادت أن تختبر كفاية إحدى مكينات التعبئة الخاصة بالشركة المكينة مصممة لمال عبوة ما بمقدار متوسط 120 جرام وأرادت الشركة أن تأكد من سلامة المكينة وعملية الجودة فصحة بتعينها حجمها يبديئ إن بتساوي 100 للتأكد من سلامة المكينة وجد أن الوسط الحسابي للعينة 118.5 الانحراف المعياري خمسة اختبر الفرض القائل بأن متوسط التعبئة يختلف عن 120 جرام وذلك عند مستوى معنوية ألف وحد من مية نلاحظ هنا إنه سجمة أو سجمة تربية مجهولة وبالتالي نلجأ إلى استخدام الاس ولكن حجم العينة إن أكبر من 30 إذن نستطيع استخدام توزيع زد صياغة الفروض في أربع خطوات فرض العدم والفرض البديل تساوي دائما أبدا موجودة في الـ تختلف إذن لا يساوي لو كان قال في المثال اختبر إنها أكبر من يبقى كنت أضع هنا أكبر من ويبقى اختبار زو طرف أيمن لو كان قال يختبر إنها أصغر من يبقى أضع هنا أصغر من ويبقى اختبار زو طرف أيصر أما هنا فاختبار زو طرف ين ثم نذهب بعد كده لحساب إحصائية الاختبار باستخدام بيانات العينة المعطى في التمرين واستخدام في الخطوة الثالثة القيمة المستخرجة من الجدول عند مستوى معنوية ألفة واحد من مية قيمة زد بتساوي 2575 لتحديد مناطق القبول والرفض إحصائية الاختبار زد بتساوي إكس بار ناقص ميو نوت على أو ميو زيرو على اس على جزر إن بتساوي مية وطمنتاشر ونص ناقص مية وعشرين على خمسة على جزر مية طلع الناتج عندي بيساوي سالب ثلاثة وطبعا عارفين ليه استخدمت زد لإنه حجم العينة أكبر من ثلاثين نحدد على الرسم مناطق القبول ومناطق الرفض الألفة بواحد من مية مقسومة على اثنين تديني خمسة من ألف خمسة من ألف منطقة القبول بالكامل المكمل على واحد في المية تساوي تسعة وتسعين من مية من قيمة زد المستخرجة أو المحفوظة أمام أو مع واحد في المية أو مع تسعة وتسعين في المية أيهما هي اثنين خمسة سبعة خمسة أو تقريبا اثنين تمانية وخمسين من مية واحدة بالموجب والأخرى بالسالب القرار بنشوف قيمة زد المحسوبة واللي كانت بتساوي سالب ثلاثة أجدها تقع في منطقة الرفض إذن القرار رفض فرض العدم اتش زير وقبول الفرض البديل أي أن متوسط التعبئة قد اختلف فعلا عن المية وعشرين جرام وذلك عند مستوى معنوية وياحد في المية